طيب أوباما بيفضل الاستمرار مع الزمالك في الموسم الجديد القصة باختصار شديد الفترة رفاتكة يتفتح كلام كتير أوباما مش هيستمر مع نادي الزمالك وأنه في عروض على سبيل الإعارة وحاجات شبه كده الرجل أفل القصة دي خالص وقالك لا أنا عايز أكمل في الوقت ده والموسم الجديد مع الزمالك بتمنى له كل التوفير أوباما حيفضل بالنسبة لي يعني بيبقى فيه ثوابت معينة في القراء وبيبقى فيه متغيرات السابت إنه هو لعيب مميز المتغير إنه ما يقدمش الأداء اللي أنت متعود عليك لعيب مميز فأنا بتمنى إنه هو يرجع في الحتة اللي كان دايما فيها بتميز بأداء رشيق لأنه فريرة يدي لأي لعيب إضافات وأقول بصراحة برضو علشان تبقى الصورة واضحة ميزة إنه عندك مدرب عنده القدرة على تطوير أدائك فلي أستغلها الجميع وهم عندي مدير فني عنده القدرة على التطوير وفيش حد ما التوارش مع أفريرة يبقى أستغلها كفرصة بالمناسبة زيارة بكرة لأستاذ القهرة هتحسب الموقف تماما فيما يتعلق بجزئية الزمالك استضيف المباراة اللي جاية على أستاذ القهرة حيبقى فيه أحد المختصين بالإشراف على التطوير وسينة أردات أستاذ القهرة حيبقى بكرة فيه زيارة لأستاذ والملعب الرئيسي علشان يحسم الموعد النهائي اللي حيكون الملعب فيه جاهز لاستضافة المباراة وده بعد الزيارة اللي حيكون بها وليد عبدالوهاب رئيس سهائة الأستاذ باختار الزمالك بشكل رسمي بجهزية الملعب لإستضافة اللقاء الفريق مع عفلامبو البروندي في دور الاثنين وثلاثين ده علشان حراركم تكونوا في الصورة أتمنى إن شاء الله بإذن الله الأمور تتم بشكل مميز